النهاردة الحقيقة فيه خبر محزن يعني يمكن النهاردة رحل عن علامنا الكابتن ميمي عبد الحميد كابتن ميمي أحد أفراد الجيل العظيم لكرة القدم في النادي الأهلي واللي ضم أسماء كبيرة زي كابتن صالح سليم كابتن عدل هيكر رفعة الفناجيلي وطارق سليم طبعا وأحمد زايد وغيرهم من نجوم النادي الأهلي الكبار في الوقت ده طبعا كابتن ميمي رحمة الله عليه مدافع لا غنى عنه في هذا التوقيت والنادي الأهلي الحقيقة النهاردة في نعي رسمي للراحل تم نشره اليوم عبر الموقع الرسمي للنادي وحسابات النادي الرسمية كلها الكابتن محمود رئيس النادي واستداء أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطعات النادي بينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن ميمي عبد الحميد نجم الأهل ومنتخب مصر الأسبق الذي وفته المناية اليوم دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيحة جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان ألف رحمه نور تنزل على كابتن ميمي إن شاء الله الحقيقة سيهم كمان الكابتن محمود الخطيب بعد ما نجح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص جدا والصورة اللي شايفينها قدامنا دي كانت زيارة للكابتن محمود الخطيب طبعا المرحوم ميمي عبد الحميد رحمة الله عليه في بيته بيقرموا وقتها ومنحوا درع النادي الأهلي وعلي عبارة النادي الأهلي الخليدة الأهلي فوق الجميع وكما ساعتها الكابتن أعرب وكابتن محمود الخطيب عن ساعته طبعا الكبيرة جدا لتكريم مدافع يعني لاعب كبير ومدافع كبير في الجيل الزهبي للنادي الأهلي والصورة اللي قدام حضراته أو اللي كانت موجودة قدام حضراته دي صورة كابتن محمود الخطيب فعلا كان زار بعد طبعا تولي مسئولية المجلس إدارة النادي الأهلي زار كابتن ميمي في بيته وأهداله طبعا درع تكريما لرموز النادي الأهلي النادي الأهلي ما بينساش رموزه القديمة ما بينساش لعبته يعني ضحه كتير علشانه حتى من أجيال بعيدة جدا 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 يعني نقول البقاء لله ويعني كمان النادي الأهلي زي ما بقولك سهام مش بس يعني في الوقت الحاضر ده كمان بيبص الوراء أوي وبيقرم رموزه وهو ده النادي الأهلي اللي دايما دايما واقب جنب أولاده يعني